الآن وقد أسدل الستار على معركة داعش يتساءل كثيرون في العراق عن الدور المقبل لميليشيات الحجد الشعبي بعد أن أنهت هزيمة تنظيم الإرهابي مبررات وجودها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن إعلانه انتهاء الحرب على داعش دعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة في إشارة إلى هذه الميليشيات لكن الأمر على الأرض لا يبدو بهذه السهولة في ظل الجدل السياسي الواسع الذي يثيره هذا الملف نرحب بضيفينا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الدكتور يحيى الكوبيسي ومن بغداد رئيس شبكة الهدف للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم الكندي أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين دعني أبدأ من بغداد مع الدكتور هاشم حقيقة كلمة لافتة للرئيس الوزراء حيدر العبادي البارحة مع إعلانه للانتهاء من المعركة مع داعش تحدث عن نقاط جوهرية لعل أهمها هو حصر السلاح بيد الدولة على أي أساس سيتم حصر هذا السلاح برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم لمشاهديكم ولي ضيفكم الكريم الحديث عن السلاح خارج الدولة هي بعض الأسلحة المنتمية للدولة بيد الأفراد العراق بعد عام 2003 وأيضا حتى قبل عام 2003 كان الكثير من الأفراد يمتلكون قطع سلاح شخصية وبعد 2003 وبعد أحداث معينة لربما انتشر السلاح على المستوى العشائري على المستوى بعض الأفراد وهذا السلاح اليوم بظل هذا الأوضاع وأيضا في أوضاع سابقة استغل لهذا السلاح لربما من قبل توجيهات معينة بأطراف سياسية لدفع الاتجاهات وأيضا لاستغلاله لربما من قبل جماعات خدعت مواطنين في بعض المناطق لكي يتمردوا على الدولة وحتى هذا الأمر استغل من قبل عصابات إرهابية تنظيمات إرهابية بأجندات أخرى واليوم الدولة بعد أن حققت هذا الانتصار الكبير على الإرهاب هي أيضا تبحث إلى سلم مجتمعي وبالتالي أي سلاح خارج الدولة هو غير مقبول على مستوى التشريع القانوني أنه لا يسمح بحمل السلاح وبالتالي من يمتلك السلاح حتى السلاح الشخصي لا بد أن يسلم ويضبط وهذا أمر إجرائي وتنظيمي وهذا الذي تحدثت عنه الدولة هذه الحالة التي كانت بها السلاح منتشر لربما كان مقبولا بظلاء ظروف معينة اليوم بالاستثباب الأمني وأيضا بفرض سلطة الدولة وهيبة القانون من المفروض أنه حتى السلاح الشخصي لدى بعض الأفراد حتى لو كان على المستوى العشائري المفروض يسحب أو يسلم دكتور هاشم على مستوى الأفراد سيسحب هذا السلاح وليس على مستوى الحجد الشعبي مثلا الحجد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية سلاحة سلاحة المؤسسة الأمنية سلاحة سلاحة الجيش العراقي سلاحة سلاحة القوات الأمنية سلاحة هو ذات السلاحة الذي هزم داعش وهزم الإرهاب وحمى العراقيون وبالتالي هذا السلاح يدخل في سلطة الدولة العراقية وسلطة القانون وسلطة القائد العام القوات المسلحة نحن نتحدث عن سلاح الدولة أم سلاح خارج سلطة الدولة الحجد الشعبي جزء من دكتور هاشم صحيح ولكن الغرض الذي أنشئ منه الحجد الشعبي هو لهزيمة داعش ليس إلا وهنا يفترض أنه مع انقضاء داعش مع زوال داعش يفترض أن سلاح هذه الميليشيات ينتهي بالضرورة دعني أدقق لك معلومة أولا أنت في قناة محترمة وإعلامي المفروض تحت عامل بحيادية وصف الميليشيات للحجد الشعبي لا ينطبق على الواقع وأنت إعلامي محايد وموضوعي هذا أولا الأمر الثاني تأسيس الحجد الشعبي لمحاربة داعش أيضا ليس فيه دقة كبيرة الحجد الشعبي كان حالة ضرورية للدفاع عن العراق في مواجهة الإرهاب نحن اليوم انتهينا من الصفحة العسكرية في مواجهة داعش ما بعد ذلك توجيه الحجد الشعبي مهامه بقاءه دخوله ذهابه توجيهه بمهات المتخاصة هذه من صلاحيات الدولة العراقية ومن صلاحيات القائد العام للقوات المسلعة وأيضا لا يخفى أن هناك مهام أخرى أمنية لازمنا نقاتل نحن نعم اليوم أعلننا الانتصار النهائي على داعش ولكن لا زال هناك قتال في بعض الجيوب في الصحراء وأيضا لا زال أمامنا إتمام وإمساك الحدود والمحاربة للأرهاب وحماية العراق هو أمر مستمر وهو مسؤولية القوات الأمنية العراقية التي جزء منها عنوان يسمى الحجد الشعبي مثل ما تسمى هناك قوات شرطة اتحادية فرقة ذهبية مكافحة الأرهاب كلها مسميات داخل القوات الأمنية العراقية بقاءها تغييرها هذه النقطة واضحة دوعيتها تغريبها هذه كلها من صلاحيات القائد العام القوات المسلحة ولكن أنا أتحدث بصورة مباشرة لأجل أن نكون مباشرين مع جمهورنا ونحترم عقله وصف الحجد الشعبي بالميليشيات ووصف خاطئ مهنيا ووصف إعلاميا حتى الخطأ طيب دكتور هاشم دعني أنقل فكرتك لدكتور يحيى الكوبيسي ما رأيك هنا في هذه النقطة سيتم حصر السلاح على مستوى الأفراد وليس على مستوى الحجد الشعبي كما ذكر أستاذ هاشم يعني بداية مساء الخير إليك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز ولضيفك الكريم من بغداد يعني بداية بعض يعني بعض التصحيحات الضرورية التصحيح الأول من الخطأ القول أنه هذه ميليشيا الحجد الشعبي أنشأت لمواجهة داعش هذه الميليشيات أنشأت بشكل عملي منذ منتصف عام 2012 وكانت موجودة وكانت تقاتل في سوريا وفي بعض المناطق العراقية قبل ظهور داعش ويعني صدر قرار من مجلس الوزراء قبل ثلاثة أيام من صدور فتوى السيد السستاني يتحدث عن متطوعين وعن تسليم أسلحة لهؤلاء المتطوعين وعن تمويل لهؤلاء المتطوعين ولكن جاءت الفتوى السيد السستاني لتستخدم سياسيا لشرعنة الميليشيات العقائدية القائمة وبالتالي يجب بداية عدم الربط بين فتوى السيد السستاني وهذه الميليشيات هذه الميليشيات العقائدية لا تقلد السيد السستاني وليست لها أي ارتباطات بالسيد السستاني هذه ارتباطات يعني معظم هذه الميليشيات مرتبطة عضويا بإيران مؤمنة بمبدأ ولاية الفقه الولاية العامة المطلقة للفقه وهي دراع إيرانية أكثر من أن يكون لها قوة ذاتية بمعنى هي تأتمر بأوامر إيرانية وليست أوامر عراقية مطلقا الأمر الثاني المهم عندما نتحدث عن مرحلة ما بعد داعش ماذا نعني بهذا المصطلح داعش ما زال موجودا بالعراق وما زال يشكل تهديدا في العراق نعم تم طرد داعش من المدن الكبرى وبالتالي نحن عدنا إلى لحظة ديسمبر عام 2013 قبل سيطرة داعش على الرمادي والفلوجة وقبل سيطرته في مرحلة لاحقة على الموصل يعني داعش ما زال موجودا في مناطق واسعة من الأراضي العراقية سواء في الصحراء الغربية في مناطق جنوب نهر الفراد في مناطق بالأنبار موجود في العظيم موجود في حمرين موجود في جمال مكحول موجود في الحويجة يعني ما زال موجودا ويشكل تهديدا نحن نتحدث عن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى وليس عن هزيمة نهائية لداعش الأمر الثالث المهم عندما يستخدم السيد العبادي تعبير حصر السلاح بيد الدولة هذا تعبير مموه لأنه لا يعنى به الميليشيات يعني على الرغم من هذه الميليشيات وجودها منافي للدستور العراقي تحديدا منافي للمادة تسعة باء من الدستور التي تقول يحضر إنشاء أي ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة وميليشيا الحجر الشعبي عمليا هي خارج إطار وزارة الدفاع وبالتالي هي من الناحية القانونية ليست جزءا من القوات المسلحة العراقية ولهذا نسميها ميليشيات بموجب القانون العراقي ولكن للبرلمان دكتور يحيي الكوبيسي صوت على أنها ستكون ضمن القوات المسلحة العراقية لا لا هذا القانون قانون لا معنى له هذا قانون جاء لمجرد شرعنة هذه الميليشيات كما قلت لك قانون وزارة الدفاع العراقية يقول أن القوات المسلحة هي القوات التي تتبع وزارة الدفاع حصرا هذا قانون وهذه الميليشيات لا تتبع وزارة الدفاع بل أن لها موازنة مستقلة عن موازنة وزارة الدفاع وبالتالي أي حديث عن أن هذه الميليشيات هي جزء من القوات المسلحة العراقية هذه كذبة يعني دائما ما يستخدم هذا التعبير للتدليس على حقيقة أن هذه الميليشيات تشكل بنية عسكرية موازية للقوات العسكرية العراقية بنية عسكرية موازية لوزارة الدفاع العراقية والأخطر أنها بنية عقائدية طائفية وبالتالي هذه الميليشيات تشكل الخطر الأول على منطق الدولة في العراق حتى أكثر من تنظيم داعش دكتور هاشم استمعت لدكتور يحي الكوبيسي يقول بأن الحجد الشعبي جزء منه كبير يأتمر بإيران وهنا نتساءل إلى أي حد يمكن أن يواجه لعبادي الدعوات الأمريكية التي تطالبه بضرورة قطع أذرع إيران في المنطقة في العراق على وجه الخصوص وبإمكانك أن ترد على ما قاله دكتور يحي أولا دكتور يحي يشفر القانون ويشرح المواد القانونية كما يشاء وهو كأنه يفرض ضروريته وهو مفهوميته حتى على الدولة العراقية وعلى مسؤوليته أما مسألة أن هذه القوات خارج سلطة القوات الأمنية هذا أمر غير دقيق وليست القوات الأمنية محصورة في وزارة الدفاع اليوم لدينا قوات الشرطة الانتحادية وهي بعديدها وقواتها وساهمت بقتال داعش وهي تتبع إلى وزارة الداخلية هذا أمر الأمر الآخر الحج الشعبي قوة تشكلت بناء على متطلبات المرحلة العراق كان يواجه مؤامرة دولية وتنظيم مدعوم دولي ومنتج أمريكي كما صرح الأمريكان تنظيم راهبي استراد استهداف العراق وحدة ووجودا واستهداف الشعب العراقي واتكب جرائم واضحة جاء متطوعون انضموا ضمن قوة كان هدف الأساس هو الدفاع عن العراق الأمور الأخرى الأمور التنظيمية أمور المعاشات ولكن اسمح لي هنا دكتور هاشم هي قوة عراقية وتدافع عن العراق اسمح لي على المقاطعة ولكن وجود قاسم سليماني على جبهات المواجهة كيف يمكن تفسيره؟ جيد جيد هذه القوة هي قوة عراقية جاءت بدعم وتوجيه ولا ربما استجابة كبيرة لفتوى السيد السستاني هذا أولا ثانيا منتج هذه القوة نحن نتحدث عن منجز عن نصر متحقق ساهمت به قوة الحجد الشعبي بنسبة كبيرة مثل ما ساهم به الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافعة الإرهاب والتشكيلات الأخرى والبيش مرقة والحجد الشعبي ليس كمتل ما ذكره ضيفك الحجد الشعبي ليس طائفيا الحجد الشعبي بما يقارب 150 ألف 35 ألف من السنة فيه من الأيزيديين فيه المسيحيين فيه من كل مكونات الشعب العراقي وإذا كانت النسبة الأكبر هي للشيعة فهذا طبيعي على اعتبار الاستجابة على اعتبار غالبية الشعب العراقي ثم نحن نتحدث عن منجز اليوم لا نتحدث عن افتراضات من أماكن نحن بالتماس الحجد الشعبي ساهم بتحقيق حماية للشعب العراقي حفظ الكرامات وحفظ الأعراض وحفظ الأرض وطرد هذا العدو الداعشي هزمه بالكامل ليس فقط بالمدن الكبرى كما يقول ضيفك لا اليوم داعش موجودين جماعات يفضون كالجران في مخابر معينة ولا يوجد ظهور لداعش لربما يقومون بتفجير انتحاري هنا وهناك بعملية محدودة ولكنهم انتهوا لم يعد هناك سيطرة لداعش لم يكن هناك لن يعود ولن يعود داعش ليستبيح أباكن وقليات مثل ما حدث مع الأيزيدين لن يستبيح مدينة مثل الموصل وينتهك الأعراض والحرومات على مدار ثلاثة عوام لن يستبيح مناطب كبرى لم تجبني على السؤال نحن نتحدث عن قوة عراقية سيد الكريم نحن سيد الكريم الصورة وضحت فيما يخص أنها قوة عراقية وطنية ساهنت بهزيمة الإرهاب وقدمت خدمة للعالم دعني أقول شيء بخاخير ما أتحدث ضيفك عن انهار اتباطها بالولي الفقير واتباطها بإيران أنا أتمنى عن ضيفك الكريم وهو أكاديمي أن لا يتحدث بأمور ولا يفهمها ولا يفقها ولكن هو ليس كلام فقط دكتور يحيا أنا طرحت عنك سؤال فيما يخص إيران كيف سيتعامل العبادي مع الضغوط الأمريكية التي تطالبه بضرورة إخراج جميع الميليشيات الإيرانية من العراق أو على الأقل نزع سلاحة في المنطقة سيد الكريم أنت تتحدث من آلاف الكيلومترات وأنا أتحدث من أمتار أنا في داخل بغداد لا توجد ميليشيات من أين تأتون بهذا هذا ليس كلامي هو كلام الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط على الأعبادي لوضع حد لهذه الميليشيات المحسوبة على إيران الولايات المتحدة لديها تصريحاتها الولايات المتحدة لم تتبت شراكتها الحقيقية مع العراق في الدفاع عنها الولايات المتحدة كانت تضرب القوات العراقية الولايات المتحدة أنا قلت لك في بداية حلديتي الولايات المتحدة هم اعترفوا ترامب وهي لاري كيلونتون إنهم أوجدوا داعش وبالتالي الولايات المتحدة تريد مصالحها العراق اليوم يريد أن يتفق ويكون قريب مع أصدقاء الحقيقيين لمصلحة شعبه ذكرت قاسم سليماني خمسين مستشار إيراني فقط في العراق في مقابل ما يقارب من أكثر من 27 ألف أمريكي لم يقدموا شيء بعد عام كامل من سقوط الموصل سقطت الأنبار بوجود قاعدة عين الأسد لدى الأمريكان ووجود قوات وطائرات ولم يقدم الأمريكان شيء بل أن الأمريكان كانوا يعرقلون العمليات الحربية ولو ترك العراقيون دون الأمريكان لكانوا حققوا نصراً من هذا الوقت اليوم نحن نتحدث عن نصر عراقي بأعلى معالي الإنسانية أعاد اللحمة الوطنية أعاد الأرض إلى أهلها حمل أعراض أما أن من يتحدث عن بعيد بأجندة معينة أنا لا أعرف دكتور هاشف شعبي مع ولاية الفقير مع العراق صورتك واضحة حتى أوزع الوقت بالعدل هل يقافل من حارب الإرهاب بهذا الصورة؟ نعم الصورة واضحة ولكن حتى أوزع الوقت بشكل متوازن أعود لدكتور يحيى الكبيسي يقول بأن هناك خمسين مستشار في العراق قدموا ما عجز عنه الأمريكي من أجل تحرير العراق ما رأيك في هذه النقطة؟ حقيقة لا يستحق مثل هذا الكلام الرد عليه لو لو القوات الأمريكية لم استطاعت القوات العراقية أن تحرر شبراً من الأراضي العراقية الغطاء الجوي الأمريكي والدعم اللوجستي الأمريكي والتسليح الأمريكي هو الذي أتاح للقوات العراقية هو لم يقاطعك دكتور هاشم دكتور هاشم لم يقاطعك أرجوك حلنا نستمع للدكتور يحيى يعني هو لم يقاطعك وبالتالي لو لا القوات الأمريكية لم استطاع القوات العسكرية العراقية أن تحرر شبراً واحداً من الأراضي العراقية هذا أولاً الأمر الثاني واضح أنه ضيفك يعرف الإنشاء ولا يعرف القانون يعني ليراجع القانون رقم 91 لعام 2004 هذا قانون عراقي يصف الميليشيات التي تنطبق 100% على ميليشيا الحجد الشعبي ليراجع قانون وزارة الدفاع العراقي ويعرف ما هو تعريف معنى القوات المسلحة ليراجع قانون المهلهل لميليشيا الحجد الشعبي ليكتشف أنها قالت أنه يجب أن تكون هذه الميليشيات جزءاً من القوات المسلحة لمعنى جزءاً من الدولة العراقية ومؤسساتها هل الدولة العراقية اليوم؟ دكتور هاشم دعنا نجعل هذا الحوار حوار جاد وليس صراع ديك أرجوك يا دكتور هاشم سأعطيك الكلمة ولكن حتى نجعل الحوار جاد لا هذه مغالطات كبيرة وكبيرة للأسف بإمكانك أن ترد عليه فيما بعد دكتور هاشم هذا أمر لابد أن يحدده أرجوك حتى نخرج بخلاصة ونخرج بفاعدة من هذا البرنامج وليس مجرد صراع ديك هنا لكن هل يعقل لعراقي أن ينكر جهود القوات العراقية وتضحيات الشعب العراقي ويقول الفضل الأمريكان ونحن أهل الدار ونحن نعلم من حضر الأراضي ومن ضحى نحن أخوة وأبناء الشهداء دكتور هاشم سورتك واضحة وضوح الشمس دعا دكتور يحيا يكمل فكرته فضل دكتور يحيا يعني أولا سيد الكريم لم أأتي هنا لكي أدخل في صراع ديك أو لأتهافت كما يتهافت ضيفك فأما أن تسمح لي بأن أكمل ما أقول أو أترو في المستوديو فضل دكتور يحيا الأمر الأهم هنا أن هذه الميليشيات العقائدية التي تتبع لدولة أخرى لا يمكن أن تكون أداة لبناء الدولة كما قلت ميليشيا الحجد الشعبي على أقل تسعين بالمئة من هذه الميليشيات يعني إذا استثنينا ثلاث ميليشيات فقط هي فرقة العباس وفرقة الإمام علي وصرايا السلام فكل الميليشيات الأخرى هي تتبع لولاية الفقيه بمعنى هي تتبع أوامر إيران وليس لها أي خيارات ذاتية أو قرارات ذاتية بمعنى ليس فقط هي لا تتبع أي جهة عراقية سواء كانت القائد العام للقوات المسلحة أو لا تقلد السيد السستاني وإنما هي تعتمر بأوامر إيرانية لأنها أوامر عقائدية وبالتالي هذه الميليشيات تريد أولا أن تفرض هوية أوحادية على الدولة أن تحتكر الدولة وهذا لن يأتي إلا في إطار عنفي لا يمكن أن يقبل المواطنون العراقيون الذين لا يؤمنون بهذه العقائد بمثل هذا الأمر وبالتالي بقاء هذه الميليشيات يعني عودة دوامة العنف وربما عودة داعش نفسها بصيغة أو بأخرى لهذا كنا نقول دائما منذ عام 2014 إلى اليوم أن ميليشيا الحجر الشعبي تشكل الخطر الأول على الدولة العراقية وإنه بضروري حل هذه الميليشيات بآليات معينة يعني تماما كالآليات التي تم حل بها ميليشيا الصحوات يعني أولا قبول البعض كأفراد في القوات الأمنية العراقية ما تنطبقت عليهم الشروط وتسريح الآخرين بالعودة إلى وظائفهم المدنية أو تقديم مكافآت لهم على ما قدموه أو ربما حتى إعطاهم المجال للعمل في وظائف مدنية بقاء هذه الميليشيات يمثل الخطر الأول على الدولة العراقية وبالتالي أنا أعتقد أن المجتمع الدولي كاملة يعي هذه الحقيقية ولكنه كان مضطرا لاستخدام هذه الميليشيات كأداة لمحاربة داعش لكنه متى سينتهي من محاربة داعش سيلتفت إلى هذه الميليشيات وأعتقد أن القانون الموجود اليوم في أروقة الكونغرس الأمريكي حول تنظيمي حزب الله النجباء وعصائب أهل الحق سيكون بداية لعملية تفكيك هذه الميليشيات وإعادة الوضع صورتك واضحة دكتور يعني على أقل قبل عام 2013 وظهور هذه الميليشيات صورتك واضحة وسأوزع الوقت دقيقة بدقيقة في نهاية هذا البرنامج يعني عدم حل هذه الميليشيات دكتور هاشم يعني بقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي عودة داعش وغيره من المنظمات المتطرفة وبالتالي نسأل أيضا ألا يمكن أن تبقى هذه الميليشيات عندما تبقى هذه الميليشيات ألا يمكن أن يستجلب هذا التدخل الأجنبي خصوصا في ظل استراتيجية ترامب لمحاربة أذرع إيران في المنطقة سيد الكريم أي ميليشيات تتحدث عنها لا توجد ميليشيات توجد قوات عندي عراقية حتى نخرج من هذا النقاش لا توجد ميليشيات قوات من اسم الترطة الاتحادية مفهوم أما ما طرح ضيفك إذا كان لا يحترم عقله فعليه أن يحترم عقل المشاهدين أي داعش سيعود داعش هزم أما إذا كان قد يعين نفسه للدفاع عن الأمريكان فهذا الشيء الخاص اليوم سنتحدث عن انتصار كبير هزمنا الإرهاب كعراقيين جميعا عدنا المحافظات عراقية ناصعة للعراقيين جميعا قد لا يعيد داعش لا يمكن أن يستجلب التدخل الخارجي الأنبار الموصل صلاح الدين أي شيء قوة أوجدت لظرف المعين تأخذ مسارات الدولة العراقية وهي جزء من قوات الدولة العراقية مثلا لو وجدت الدولة العراقية بعد ذلك أن قوات الجيش عددها كبير ويخفض هذا العدد هذا إجراء دولة الحيد الشعبي جزء من مؤسسات الدولة وأعود لك بنقطة البداية أنتوا تحدثتم عن شيء غير موجود لا توجد ميليشيات هذه النقطة واضحة اسمح لي لأن الوقت لم يتحدث وطنية ساهمت بهزيمة الإرهاب وقدمت الخدمة صورتك واضحة لأن الوقت لم يتفني دكتور يحيى الكوبيسي والذي يتحدث اسمح لي لدكتور هاشم لأنه مزيد دقيقة ووحدة دعني أخذ الفترة لدكتور يحيى الكوبيسي وينسب قوة العراق وفضل العراق لا يمكن بقاء هذه الميليشيات بقاءها في العراق على ما هو عليها لا يمكن أن يستجلب التدخل الأجنبي خصوصا أن ترامب لوح بإستراتيجيته لمحاربة أدرع إيران في المنطقة أولا مستقبل هذه الميليشيات ليس قرارا عراقيا هو قرار إيراني من جهة وقرار دولي من جهة ثانية بمعنى إيران تستطيع حل هذه الميليشيات متى ما وجدت أنها تستطيع أن تنفذ يعني أجندتها في العراق من دون هذه الميليشيات وبالتالي يبقى الموقف الإيراني من هذه الميليشيات حاسم هنا الفاعل الثاني في مستقبل هذه الميليشيات هو الفاعل الدولي يعني بمعنى الفاعل الدولي إذا ما قرر أن هذه الميليشيات أولا تشكل خطرا على الدولة العراقية تشكل خطرا على الأمن والاستقرار في العراق تشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة بالتالي سنكون أمام قرارات دولية بهذا الاتجاه وكما قلت يعني مشروع القرار الموجود مشروع القانون الذي يناقش الآن في الكونغرس الأمريكي حول اعتبار يعني اثنين من الميليشيات هي النجباء والعصائب هي ربما مقدمة لهذا الموقف الدولي يعني كما قلت المجتمع الدولي تواطع مع هذه الميليشيات في لحظة معينة لأنه أراد استخدامها لمحاربة داعش ومتى ما شعر هذا المجتمع الدولي بأنه قد استنفذ حاجته من هذه الميليشيات فهو الذي سيقرر حلها لهذا كما قلت قرار حل هذه الميليشيات ليس قرارا عراقيا أشكرك دكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات حدثتنا من عمان وأشكر أيضا رئيس شبكة الهدف للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم أتمنى لكم الحمد لله الذي أنهينا داعش العسكري جزيل الشكر والصورة واضحة دكتور هاشم أعذرني على المقاطعة في كل مرة لأن الوقت يدهمنا إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديد